بسم الله الرحمن الرحيم التوجهات الدينية من العتبتين المقدستين نرفع التهنئة إلى صاحب العصر والزمان وإلى مراجع الدين العظام والأمة الإسلامية جمعا بذكرى مولد الإمام النقي الناصح علي بن محمد الهادي عليهم السلام وإننا إذ نعظم مناسبة ميلاده الميمون إنما نعظم الولاية الحق ونجلل بيت الرسالة ومهبط الواحي الذي سمى بالأمة نحو السبل الهداية والفلاح حتى ألبسها نياشين العز وتيجان الناص وأنار لها طريق الوصول إلى كمالات القرب من الله تعالى ولد الإمام الهادي عليه السلام في الثاني من رجب سنة اثنتين عشرة ومائتين للهجرة النبوية في نواحي المدينة المنورة في منطقة يقال لها صيريا وقد بشر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بولادته وابتهج البيت النبوي سرورا بإشراقته عرف الإمام بالعلم والحلم والكرام والشجاعة والعبادة والزهد وإرشاد الضالين فقضى عمرا حافلا بجلائل الأعمال والأقوال أبوه الإمام التقي الرضي محمد بن علي الجواد عليهم السلام أما أمه المعظمة فهي السيدة سمانة المغربية الملقبة بأم الفاضل وكانت تدعى في زمانها بالسيدة تقديرا لكرامتها وسمو منزلتها اللهم إني أسألك بالمولودين في رجاب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجاب وأتقرب بهما إليك خير التقرب يا من إليه المعروف طليب وفيما لديه رغيب أن ترزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضير وجواب عتيد اللهم ومواعدك الصادق اللهم ومواعدك الصادق وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير نسأل الله تعالى أن يعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدبه الفداء بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد